الأمن الاقتصادي للفقير ليس في أمان والسبب يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي رفع سعر المنتجات الإغذائية التي من الصعب على أصحاب الدخل المحدود تأمينها لذا يطالب المواطن بتوفير الحصة التموينية التي باتت مفقودة طبعا ارتفاع أسعار صرف الدولار أثر سلبا على المواطن العادي البسيط حسب تصريح وزير المالية بأنه ما يأثر على المواطن العادي لا شفنا بالعكس يأثر لأن أي شيء تروح للسوق التاجر يقول لك أنا أجيب المواد بالدولار فمجبور يصعد سعر المادة هنا الحل شنو برأي البسيط لازم الحكومة أنت منها ترفع الدولار الصرف منها أوزع مواد غذائية ارتفاع لهيب الأسعار عزاه مراقبين لعدم وجود إنتاج محلي للمواد الغذائية وغزو البضائع المستوردة للسوق العراقية مما يجبر التجار على إضافة مبالغ مالية لتأمين العملة الصعبة الأسواق العراقية ملطفة بالدولار فالتجار يستوردون المواد من الخارج بالدولار فهذا يأثر على سوق العملة وبما أنه يجيبون المواد بالدولار فأكيد يعني لأن ما عدنا ما عدنا إنتاج وطني أو معامل وطنية داخل العراق فالتجار مجبورون يجيبون الغراض من الخارج فهذا يأثر على السوق يصنف العراق من الدول الغنية إلا أن نسبة الفقر والبطالة فيه تصل إلى 60% وسبب ارتفاع الفقر في العراق هو تراكم الأخطاء السياسية وانتشار الفساد لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك ترجمة نانسي قنقر